حيان منتخبات الألعاب الفردية محققين نجاحات قوية جدا نجاحات الترجمة بالفعل بوجود 14 بطل في رياضات الفردية اتأهلوا بالفعل لأولمبياد باريس 20-24 أبطلنا بقى في الملاكمة الخماسي للحديث وتنس الطولة والرماية والسباح حاجة شرف الحية أول جدا لا ده مش بس كده يا شازل طبعا ما شاء الله احنا عندنا كمان إنجاز قوي جدا للأوناش المصرية في لعبة رفع الأثقال سارة سمير كريم كحلى اللي جابوا لنا خمس مداليات دهب في بطولة العالم إنجازات قوية جدا الحمد لله وأرقام قياسية في الألعاب الفردية هنستعرضها دلوقتي معظفنا النورنا في الستوديو لأستاذ طارق رمضان الناقض أريوني صباح الخير على حضرتك نورنا صباح الخير يا مصر صباح الخير صباح الخير شازل اهلا بي احنا حتى الآن بنقول 14 بطل من الألعاب الفردية تأهلوا لأولمبياد باريس شايف الرقم ده إزاي بيدل على إيه وإحنا نتكلم على هذه الألعاب تحديدا الألعاب الفردية احنا محققين فيها إنجاز كبير جدا هو لسه الرقم ده هيزيد كمان انا مش هنختص على 14 احنا ممكن نوصل لأكتر من كده لأن احنا طبيعي في الألعاب الفردية فما بنبقى نبدأ برنامج تجهيز لأولمبياد بيتبقى البطولات سواء بطولات العالم أو بطولات أفريقيا بالنسبة لنا مجال للوصول إلى الهدف الرئيسي اللي هو الوصول لأولمبياد أو التأهل لأولمبياد ف14 لعب ده برضو لسه احنا موصلناش للرقم الأعلى اللي احنا بنهدف لي لكن الرقم ده مقبول في نوعية الألعاب اللي احنا بنقدر نكتسحها يعني زي ما انت قلت كده رفع الأسقال عندنا منتخبات تنس الطاولة عندنا السباحة عندنا الخماس الحديث فبالتالي احنا في نوعية ألعاب معينة بنقدر ان احنا نفوز بعدد كبير من الموديليات ويتأهل عدد من الأبطال لكن لابد ان احنا نبص على الهدف الأكبر اللي هو أولمبياد باريس هقدر اعمل فيها ايه مجموعة الأبطال اللي هي تأهلة بالفعل احنا هنبدأ نجهزها اللي هي الوصول بقى اللي بدأ برنامج التجهيز انا وصلت برنامج التأهل للهداف اللي انا عايزها فلابد ان انا ابدأ انقل المجموعة دية لبرنامج التجهيز لباريس باريس بطولة الولمبياد بتحتاج نوعية خاصة من التدريب نوعية خاصة من التأهيل خاصة التأهيل النفسي والتأهيل البدني اللي انا قدر اعمله حسب برنامج علمي بيتحط الكل واحد وصل الى البطولة دي فبالتالي ازاي نقدر نعمل دا ازاي نقدر نعمل دا يعني التدريب البدني ده ممكن نكسف مثلا سعادة تدريب ايا كان على حسب رؤية المدرب انما النفسي هو هي دي بقى المشكلة اللي بتقابلنا دايما في البطولات الكبيرة لان انا ما بجهز اللعيبة بتاعتي بطريقة نفسية او ذهنية كويسة هو انا بكتفي بس ان هو وصل خلاص حقق لي اللي انا عايزه لكن في مسألة الحصول على مدليات هو بيقابل نوعية معينة من اللعيبة المنافسة بتبقى اكتر منه تجهيز بالزبط كواليتي بتاعها اكتر منه هو فبالتالي هو ما بيوصل للمرحلة دي ما بيلاقيش نفسه في البطولة اكتر من اي لعيبة تانية لكن عشان كده دايما ما بنتكلم مع اللجنة الاولمبية المصرية يبقى عندك البرنامج منقسم لاتنين برنامج تأهيل اللي هو بوصل فيه لا باخد فيه بطولات افريقيا بطولات عالم وبعدين ببدأ اعمل برنامج تجهيز تاني ومختلف تاني للأولمبيات ده برنامج بيبقى خاص لنوعية المدرب نفسه بيبدأ يشتغل على شغل تاني نوعية اللاعب نفسه التأهيل العصبي والنفسي اللي هو بيتحمله لانه بينافس فيه بطولات اعلى بينافس فيه المجموعة من اللاعبين اعلى منه في المستوى اعلى منه كمان في التجهيز لان انت عارب فيه دول بتصرف كتير جدا على الالعاب الفردية اكتر من هنا بكتير فبالتالي هما بيبدأوا يشتغلوا عليه ده مهم جدا عشان اقدر والبعدين الحافز اللي انا بديهوله مش مجرد ان هو اكلمه في ست مدليات سبع مدليات لا انا عايز اكتر من كده لان مدام العدد بتاعي في العاب قوية اقدر انافس فيها يبقى اقدر اوصلها مدام عملت له برنامج تجهيز كويس يبقى اقدر ان انا اخذ مدليات اكتر الطموح بتاعه نفسه هو لابد ان انا احفزه بمعنى ان انا لازم اشيل اللي بتعمل وزارة الشباب والرياضة في المكافآت ما فيش حاجة اسمها ليحة مكافآت محددة بألف جنيه وألفين جنيه الليحة دي لابد انها تتغير ان انت عندك صندوق النشق الاهلي اللي تقدر منه تغير الليحة دي في اللعب البطولة الفردية او ما اقدرش اقول له لو جبت مدليا زهبية ديك مليون جنيه بالنسبة اللعب بطولة فردية ده رقم قليل جدا لابد ان صندوق النشق الاهلي يصرف على اللعبة خاصة الالعاب الفردية لان ده مساحة من الفلوس هي عند الوزارة لكن الوزارة دايما بتاخد الاقل يعني ما دي له مليون جنيه على ما دي له دهب هيعمل باقي لابد ان يكون الحافظ اكبر لابد ان زي ما بدي النادي اللي هو العادي خمسين مليون وستين مليون دعم ادي الالعاب الفردية سبعين مليون وثمانين مليون خاصة على نوعية الابطال اللي هو بيبدأ يحقق لي اهدافي اللي انا عايزها ففي باريس دي فرصة اكتر للتغير من ناحية الماليات للتغير من ناحية النفسيات خاصة ان انا عندي لعيبة مميزة يعني صار سمير لابد يتصرف على اكتر من كده يوم نعياد اللي هي البطلة اللي وصلت في الملاكمة ودي اول فتاة مصرية في تاريخ الملاكمة المصرية توصل الولمبياد لابد ان هي تتجاهز ببرنامج تأهيل اكبر دي بنت صغيرة راحة يعني راحة بطولة كبيرة جدا اولمبياد هتنافس لعبات اكتر منها خبرة واكتر منها قوة فلابد ان انا عمل لها برنامج خاص بيها برنامج تأهيل خاص بيها عشان تقدر مش مقدرش اطالبها بمديليا في باريس لكن على الاقل هتكتسب الخبرات انها تبقى معترك دولي بهذا الشكل تقدر بعد كده تبقى بطلة مصرية في الملاكمة تقدر تخشي اولمبياد تانية وبطولات عالم تانية فلابد ان انا اجهزك بس اليومنا عياد يعني لأي بطل وحنا نتكلم عن ابطال الالعاب الفردية لازم ما يكونش رياضة بالنسبة له ما يكونش بتسبب له عب انكمات دي او معناوي لازم هو يكون بكل تركيزه في اداءه وفي مستواه كمان يعني احنا بنتكلم على يومنا لانها صغيرة زي انا جودة يعني المباراة بتاعتم بارح انا بلعب تاني مرة خارج مصر نهاية افريقيا بين بطلتين ومصريتين يعني دينا مشرف لعبة كبيرة جدا وهنا لعبة صغيرة وعندها حماس وعندها موهبة لكن ليها انجازات هي لعبة صغيرة لكن ليها انجازات كبيرة فما الاتنين يوصلوا لنهاية افريقيا ويؤدوا بهذا الشكل وهنا تبقى اصغر لعبة انها توصل الولمبياد لابد ان هنا تخش برنامج برضو تاني تأهيلي لان احنا طبيعي ان ما تبقى لعبة عند 15 سنة ودخل المنافسات العالمية بهذا الشكل الضغط النفسي والضغط العصبي وكمان الماديات اللي هي هتصرفها كل ده لابد ان انا احط في الاتبار عشان اقدر اصنع بطلة مصرية قوية جدا ايسألك سؤال عام قبل ما نخش في تفاصيل هذه الالعاب الفردية احنا يعني الحمد لله بنتميز بالفعل بالالعاب الفردية شايفين احنا تميزنا في الالعاب الفردية ايه السبب؟ لا السؤال تاني تميزنا في الالعاب الفردية احنا مصر حقيقي متميزة في الالعاب الفردية الحمد لله شايف تميزنا في الالعاب الفردية ايه سبب؟ لا اقولك على حاجة نوعيتنا احنا احنا في الالعاب الفردية بالذات او الانسان المصري بالذات اما بيتحطف ومنافسة قوية هو بياخد فيها القرار وهو اللي بيقدر ينافس انت عندي قوة تحمل كبيرة جدا عندي قدرة عتخاذ القرار بشكل رائع احنا كمان بنروح للالعاب اللي بتصنع نفسية الطفل او نفسية الشاب هو دايما بيحب ان هو يبقى مميز فاحنا عندنا نوعية كده بنحب فيها اكتر من الجماعية يعني الالعاب الجماعية دي اتلاقي برضو بيتاخد فيها قرار فردي لكن اما ألعب ملاكمة ألعب جارية ألعب سباحة ألعب تنس طولة ألعب دي بتطلع قدراتك الشخصية فدايما احنا بنحب ان انت تبقي نجمة او بارزة اوي في الحاجات اللي تطلع قدراتك من جهة فالالعاب الفردية احنا بنكتسح فيها بهذا الشكل لان قدراتنا كده لكن احنا لسه ما اكتشفناش نفسينا اوي في ألعاب اللي بتعتبر نقول اللي الأبرز في العالم من احنا الألعاب الفردية زي الجاري العدو ده احنا عندنا نوعية يعني لو ركزنا شوية في جمايكا مثلا اللي هي بتتفوق في الألعاب الميت متر والميتين متر والربعميت متر والمراصونات هتلاقي ان احنا عندنا لو بصنا على أسيط وأسوان والصعيد قوة التحمل وقوة النوعية احنا بنسبق القطر احنا بنسبق القطر احنا بنسبق القطر اه بالضبط لا انا عايز اقولك على حاجة انا بسلتها مرة بمثل احنا بنعمله دايما الاوتوبيس نفسه احنا ممكن نخش سباق مع الاوتوبيس عشان ننط جوه الاوتوبيس عشان نلحقه فده ميت متر يعني انت عارب بتاخد هو بيبه يجري على سرعة سبعين كيلو وانت وراه يعني فانت عندك قدرة على اقتحمد بس احنا لأسف ما عندناش برنامج واضح للاكتشاف ده يعني انا كمان اعايز اقول على حاجة يا سيستر انا اسف لأعطي كلامك بس من ضمن الحاجات اللي احنا بنشجع بها الناس انه يتم تسليط الضوء عليهم اعلامية ان الاعلام كمان يتكلم عن مثل هذه النمازج للشباب والشبات الصغيرين شايف فيه تألق كمان للفتيات يعني لما اتكلم عن صار سمير يومنا عياد هنجودة بس انت حمد عندنا ابطال او بطلات فيه الالعاب الفردية كتير جدا ده بجانب طبعا الابطال للشباب بس البنات ممكن متفوقين شوية او اسفهم برزة شوية قدرة تحمل قوية جدا في الالعاب اللي انت بتتكلم عليها زي الجاري زي اللي بتحتاج اوي دقة اوي زي تنس الطاولة اللي انت بتقول المهم ان احنا نسلط الضوء عليهم ونعرف الناس ان فينا نمازج نجحة ونمازج متميزة في هذه الالعاب الاعلام عنده عنده مشكلة انه دايما بيدور على الجماهيرية وهو بيدور على الجماهيرية الاجبر فحين ان الالعاب الفردية اللي انت بتتكلم عليها دي عندها جماهيرية برد يعني مهما كانت عدد الجماهير بس هي عندها جماهيرية وجماهيرية كبيرة جدا والاهتمام بيها يعني انا عايز اقول امبارح المطش بتاعه انا ودينا بيحصل باهتمام كبير جدا فبالتالي لازم الاعلام يتغير على حسب تغير العالم اللي حواليه الالعاب الفردية لها جماهور كبيرة فلابد ان انت تتابعه لابد ان انت البنت اللي انت بتحطها في موضوع او في لقاء او في صورة عندها عيلة وعندها زملاء وعندها متابعين وعندها منفسين يعني ايه اذا الجماهيرية موجودة عليك ان انت تطلع بس من بوطاقة الكورة اللي هي كورة القدم وتبدأ تتكلم وتتابع على فكرة يعني وده اللي احنا بنعمله دلوقتي القروات الامريكية انا متابع لغاية دلوقتي بنت بيجهزوها لسباق مئة متر بقالهم خمس سنين خمس سنين بالضبط بيجهزوها لقنبيه باريس فبيتابعوها في التمرين بتاعها بيتابعوها في البيت بيتابعوها في الناد يعني عاملين تقارير عن البنت وصلت لايه مستوى ارتفع لايه ومع ذلك هو شيء جدا انت احنا عايزين زي ما انت بتتكلم كده احنا بنتكلم في العلعب الفردية دلوقتي برضو عايزين نتابع يعني هانا تتتابع يوم نعيات تتتابع تتاب كل تأثير سارة سمير تتتابع هتبقى مادة برضو مادة شيقة للمشاهد مادة شيقة للناس لكن احنا لسه عايزين اكتر من كده ما تتكلم في رقم مليار او خمسمائة مليون جنيه لتأهيل باريس ده رقم برضو بالنسبة للابطال والعدد لا قليل لابد ان انت ترفعوا اكتر من كده ولابد ان يبقى فيه برنامج واضح لاكتشاف زي ما بتكتشف في الكورة اكتشف في الالعاب الفردية فيبقى فيه برنامج واضح انا بطلع بطل من اصوار او من صعيد ده لسباء ميت متر او لسباء متين متر او مرسونات بطلع بطل من سينة لسباءات المشي وواقب بطلع بطل من مطروح واسكندرية واضحة الفكرة فكرة انت تصنع ابطال دي كمان يعني ده هدف كبير جدا ومهم جدا ومش سهل بالمناسبة بالزبط بس احنا الحقيقة كمان احنا متفوقين في العاب كتير فردية احنا منتكلم عن الملاكمة التنس الطاولة التنس السكواش وغيرها شايف ان احنا متصدرين في اي رياضة فردية وتوقعاتك لا اداء مصر فيه اولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين ايه؟ من ناحية متصدرين اه احنا متصدرين في بطلعات العالم وطلعات افريقيا بشكل واضح لكن احنا في باريس محتاجين ان احنا نوصل احنا نحقق عدد كبير من مديليات اه احنا عندنا ابطال ها يقدروا يجيبوا مديليات لكن انا دايما ببقى طماع يعني انا مش عاجبني رقم عشرة زي في الاولمبياد اللي فات مش عاجبني رقم ستة انا ليه ما اوصلش لا اكبر من كده ليه ما اقدرش ان انا اجيب اذا كنت اروح باريس بخمسين لاعب يبقى على الال خالص عندي يعني يوم بقى راضي شوية عندي على الال 30 مديليا عندي 40 مديليا لكن ما اقدرش اقف عند رقم اقول رقم عشرة ده انجاز لا انا عايز اكتر من كده انا مش هقدر يعني انافس الصين واليابان وامريكا لان استراليا لان المجموعات دي بتركز في نوعيات انت هتلاحظي مثلا الصين ما بتروحش بعدد كبير من اللاعبين لكن بتروح بنوعية لعبين في نوعية العاب معينة تقدر تكتسح فيها زي مثلا الغطس زي السباحة فبتقدر انها تجيب عدد كبير جدا من المديليات في نوعيات يعني بتعتمد على الكيف وليس الكام انا عايز اوصل للنقطة دي ان انا بعتمد على الكيف وليس الكام اكتسح لعبات انا اتفوق فيها اقدر افوض فيها على نجوم او دول العالم واقدر اجيب عدد كبير جدا من المديليات انت النهاردة في الغطس بس لما يعني كان في لعبات لينا ولاعبة بتشارك في أولمبياد توكيو لكن ما ادروش حق او الارقام اللي احنا عايزينها رغم عدد حمامات السباحة اللي انت منتشرة جدا في كل الاندية المصرية فلابد ان انت تقع في تدرسي طب ليه انا عندي العدد ده كله من حمامات السباحة عندي العدد ده كله من السباحين صحيح ما بقدرش ان انا اخش هي البرامج التأهلية زي ما حدتك البرامج بس شكرا للمشاهدة